السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في خبر مفرح تم تحديد موعد صرف الشطرة الثاني من حتى التعليم العالي للطلب الجدد وحتى الطلب القدامى والذي تم تحديده في الثالث من مارس 2023 لكن قبل ذلك دعونا نخضي طلالة بسيطة عن كيف تتم صرف هذه المنح أو كيف ستصرف هذه المنح بالنسبة للمنح فهي تصرف على النحو الثالث الشطرة الأولى يكون ابتداء من منتصف شهر أكتوبرا الشطرة الثانية يكون ابتداء من منتصف شهر فبراير الشطرة الثالث ابتداء من منتصف شهر مايو بحكم أننا في شهر مارس فقد تم تأخير صرف المنح من منتصف شهر فبراير إلى حدود مارس لكن كيف يتم صرف هذه المنح ففي بلاغ رسمي تم تحديد طاريخ صرف المنح الجامعية بالنسبة للطلب الجدد والقدامى وتم تحديده في يوم 3 مارس 2023 بالنسبة للطلب الجدد والقدامى لكن الطريقة التي ستصرف بها ستكون على حسب الجهات يعني لن تصرف في وقت واحد بالنسبة لكل الطلبة والطالبات لكن ستكون يعني على حسب الجهات فقد تتمكن من التوصل بها في يوم الجمعة ممكن أن تتوصل منها يوم السبت الأحد لا السبت الأحد لن تتوصل بها يعني الجمعة الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس أو باقي أيام الأسبوع وبالتالي فمن لم يتوصل بها يوم الجمعة فما عليه سوى الصبر لكن بالنسبة للخبر فهو خبر رسمي من المكتب الوطني الأحمال الجماعية والاجتماعية والثقافية وبالتالي فما عليكم سوى الانتظار إلى يوم الثالث من مارس 2023 بالنسبة للناس الذين لا يملكون بطاقة أو على سبيل المثال لم يأخذوا الشطر الأول أو أول يوم سيأخذون فيه البطاقة فبالتالي سيجدون الشطر الأول يعني ديجا سيجدون الشطر الأول في البطاقة وسيجدون حتى الشطر الثاني إذا صريف لهم يوم الجمعة أو قد يصرف لهم يوم الاثنين على حسب الجهات يعني لم يكتم ذحديد الجهات وبالتالي فسيتم طرح هذا الشطر الثاني تدريجيا إلى حدود الخامس عشر من مارس سيكون الكل استفاذ من الشطر الثاني للمنحة كان هذا هو الفيديو لليوم كيفية صرف الشطر الثاني للمنحة أو اليوم الذي ستصرف فيه المنحة التعليم العالي للطلب الجدد وحتى القدامى شكرا لكم لا تبخلوا علينا بالضغط لنزل اللايك وسبسكرايب إن أعجبكم الفيديو شكرا لكم إلى اللقاء